أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أصفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة وورد سينترال كيتشن في أقرب وقت ممكن وقال ميلر أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنصيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين الفلسطينيين على حد تعبيره وأضف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين في المنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبل تشاطئ غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع